السلام عليكم أصدقائي أنا السزار برحب فيكم في قناة السزار فيوز أهلا وسهلا بالجميع وإن شاء الله يا ربي نحضر هذا الفيديو يكون خف الضغط خف القصف عن أهلنا في فلسطين اللهم منصرهم اللهم ثبتهم اللهم طيب عيشهم اللهم تقبلهم شهداء يا رب اليوم بدي أحكي لكم عن هواتف متوسطة أنا عندي يعني صدف إنه صار عندي حوالي أربع هواتف من الفئة المتوسطة لأسعارهم نوعا ما قريبين بعض فحبيت إني أحكي لكم عن تجربتي معهم ومين الأفضل أو حتى يعني بعد ما عرضوا لكم المواصفات إنتوا تختاروا مين فيهم الأفضل أو إذا حدا عنده جهاز وأكيد في أجهزة برا مش محطوطة بالمقارنة هاي لأن ما رح أقدر أجيب كل أجهزة لو كانت موجودة كان حكيت عنها ولكن الموجود عندي حالين حقارن مع الموجود عندي يا أخوان فبتقولوا ليش آه مش جايب اللي شاومي مش جايب مترولا مش جايب بوكو مش جايب ريلمي لا جايب ريلمي بايدوي يعني مش جايب أجهزة ثانية انتوا حطوا البتكوية ما في مشكلة طيب هاي الأجهزة اللي عندي عندي الريلمي 12 برو بلس عندي الانر 90 عندي ناثنج فون 2A وعندي الجالاكسي A55 أسعارهم مختلفة أعلى إشي ممكن أتوقع ووصلتوا بالإمارات مثلا كنوا 1400 درهم وأقل شي 1200 درهم في فرق بـ 200 درهم يعني 40 دينار يعني حوالي 60 دولار فرق بينهم بعتبروش فرق كبير يعني ماشي الحال فعشانك بعتبروهم هم فئة متوسطة بس تعالوا نحكي عن المواصفات اللي عندهم وإيش ممكن نختار نحكي كالعادة عن التصميم الانر هو الأنحف فيهم كلهم 7.8 مليمتر وهو الأخف وزنا 183 غرام هل هذا يعطي الأفضلية؟ لا بس أنا بحكي لكم في عنده إشي زي هيك في عنده رقم أفضل من الكل ولكن بتروع على الريلمي بتلاقي IB65 عنده هذا المعيار بتروع على الجالكسي بتلاقي عنده الابي 67 النثق عنده ابي 54 أو 53 عنده هذا المعيار بس هل هذا المعيار بيخليه الأفضل تصميميا؟ لا شوفوا بالأربع أجهزة كشكل بشكل عام كلهم حلوين يعني أي جهاز تختار حيكون مناسب لكن الموضوع الذوق الشخصي بيدخل هون فأنا بحكي لكم ذوقي حاليا إنه الأجمل فيهم كلهم أبو الجلد اللي هو هذا أجمل واحد يعني أجمل واحد ماسكوا بإيدي بعدين بيجي مين؟ بيجي النثق لأنه عنده تصميم مش زي أي حدا بس ما تخذ يمكن الأسود خذ اللون الأبيض أحبيت الأبيض أكثر وآنر خلو وسامسنج خلو لكن هذولا اثنين ما اختارهم أنا النثق والريلمي انت مين بتختار؟ الشاشة كل الشاشات اللي هون مرتبة كلها الأملد والسوبر أملد 120 هرت بتدعم HDR بلس 10 بلس السطوع يختلف الآنر عنده أعلى سطوع 1600 نتس بيلحقمين النثق 1300 نتس هذا أعلى سطوع البيك فإذا بهمك موضوع السطوع ممكن تفكر بآنر وكمان الآنر بيعطيك 435 بيكسل بير إنش كمية البيكسلات الموجودة بالإنش الواحد كبيرة يعني الدقة أعلى يمكن يمكن إذا بدك أفضل شاشة تأخذ الآنر بس صراحة هون يعني الفرق بين الشاشات مش حاسه كبير شاشة السامسونج بتجنن شاشة نثق بتجنن كلهم حلوين بس أنا حاولت أعطيك أرقام باختلافي لكن باستخدامي العام أنا ما كنت أحس بفرق صدقا ما كنت أحس بفرق بس بعطيك أرقام عشان أنتوا تقرر نروع على النظام التشغيل وهنا هاي النقطة بالنسبة لي على الأقل مهمة جدا موضوع التحديثات مهم جدا سلاسة النظام مهم جدا بينهم الأربعة ما صدف عندي تعال يعني مشاكل إلا على النوثينج حسيت الكاميرا بعض الأحيان فيها لا فيها بطوء مرات لا الواجهة هي المفضل لدي بينهم كلهم حاليا هي الأجمل هي الأسلس شكلها غير التجربة مختلفة لكن بدك تحط بالحسبان أنه مثلا سامسونج والون يو آي بالذات على الجالكسي اي 55 ممكن على الأقل تاخد أربعة إلى سبع سنوات تحديثات فهاي النقطة جدا مهمة ناثينج ممكن يعطينا ثلاث سنوات لحد الآن ممكن يوصل لأربعة نعم فهيكصال موضوع صعب صح بس أنا عكل حال يعني لازم كل واحد يختار الأشي الأهم لقلبه وعقله ويحط تضخياته أشياء الثانية الأداء الأداء هون مهم أكيد الريلبي عنده سناب دراجون 7S الجيل الثاني الانر عنده سناب دراجون 7 الجيل الأول الجالكسي عنده إكزينوس 1480 والناثينج عنده دايمن سيتي 7200 برو كلهم أربعة نانومتر كلهم أداءهم ممتاز يمكن أفضل أداء حسيته ما بين الانر والناثينج مع أنه أحدث معالج حيكون الريلبي في معناته الشركة عام بكستمايزيزيشن أفضل الناثينج والانر كان الأداء الأفضل بصراحة حتى بختار حتى الناثينج أكثر إشي والإكزينوس صحيح أنتم ما بتحبوا إكزينوس سمعته مش كويسة بس للأمانة برضو كان أداءه كويس يعني لو بدك تشتري أي جهاز عشان الأداء خذ أي واحد منهم ما رح تزعل صحيح أن عامل مراجعة عن الجالكسي لما تحضر هذا الفيديو عامل مراجعة عن الجالكسي مراجعة عن الريلمي و عامل مراجعة عن الناثينج ما عملتش مراجعة عن الانر بس حسا الكاميرات الكاميرات أكيد هنا حيكون في فارق كبير أو حتى أنا حسيت بفارق كبير شوفوا يعني أول شي مواصفات الكاميرات الأساسية الموجودة على هاي الأجهزة الريلمي الكاميرا الأساسية 50 ميجابيكسل الحساس 1 على 1.56% إنش و عندها OIS بالإضافة عندها كاميرات بيريسكوب الأولى الأولى في هواتف متوسطة 64 ميجابيكسل و فيه OIS و فيه 3X زوم هاي العدسة مهمة جدا رح حكي كمان شوي الانر عنده 200 ميجابيكسل كاميرا الأساسية والحساس كبير 1 على 1.4 إنش وتجربتها كويسة بس ما فيه OIS و ما فيه عنده كاميرات زوم الجالكسي 50 ميجابيكسل حساس 1 على 1.56% إنش و فيه OIS بس ما رضوا ما عنده كاميرات زوم ليش بسأل بحكيكم عن الزوم كاميرات الزوم لما تكون لحالها بتعطيك تصوير أو تجربة تصوير أفضل و خيارات أكثر الكاميرا العريضة بحسها أقل واحدة منستخدمها بالتصوير دائما بس نروح نصور كثير بنعمل close up بنزوم بنعمل زوم من نشوف الإشي نقرب عليه و بناخد تجربة حلوة فلما يكون عندك كاميرات زوم حيكون التجربة مهمة للتصوير الفوتوغرافي العريض أحيانا بنحتاجها بس عشان فيها دستورشن انبعاج مش كتير بحسها الأفضل ضل عندنا ناثين عنده برضو 50 ميجابيكسل و برضو حساس 1 على 1.56% إنش نفس الحساس و عنده OIS بس ما عنده كاميرات زوم لذلك بالتصوير الفوتوغرافي الأفضل هو الريلمي بدون حتى ما أفكر و بدون ما تفكر بالفيديو الريلمي مش الأفضل السامسونج أفضل الانر أفضل و حتى الناثين أفضل من الريلمي بالتصوير الفيديو يا قصدي فبدك تختار شو بدك إنتا بدك تصوير الفوتوغرافي ولا فيديو شعار صعبة صح يعني معرفوش يزبط الفيديو شعن نأخذ هيك باكيج صح بالنسبة للبصمة في كل هاي الأجهزة ممتازة مع عدد سامسونج ما بعتبرها ممتازة بعتبرها جيدة البطارية كلهم عندهم بطارية 5000 ميلي أمبير والأداء تقريبا متقارب عند الجميع مش ممتاز عند الكل يعني جيد جدا لكن الشحن مختلف الريلمي عنده 67 واط الانر 66 واط النوثينغ 45 واط والسامسونج 25 واط وإذا بهمك البطارية وبهمك الشحن السريع الانر الريلمي والأسعار زي ما حكيت لكم متقارب نوعا ما يعني مش كثير فرق الأسعار الأرخص أسعار أتوقع الجالكسي والآنر إذا بالذات أخذ 250 جيجا إذا أخذت 512 جيجا راح تروح لرقم أعلى فكتبوا لي بالله في بلادكم كل جهاز شو سعره أنا ذكرت لكم أسعار الإمارات لأنه اشتريتهم كلهم من الإمارات يعطيكم ألف عافية بشوفكم في فيديو قادم إلى اللقاء